موسيقى مساء الخير التلات حلقة البشرة مبارح قلنا الأساسات التي يبني عليها في نظري الطاري الإصلاحي والانتقادات التي يرد بها الطاري الآخر على فكرة إزالة هذا القيد من حياتنا اللي اسمه إجماع الفقهاء الأوائل اللي هم مفترض أن هم المجتهدين المطلقين الذين لا يمكن أن نصل إلى مرتبتهم وقلنا كل حاجة بقى أنتوا عايزين الحلول بقى طبعا أنا قلت مبارح قول أساسات الحلول والرد على الطرف الآخر الحلول بقى شوفوا الرسول تخيلوا معي المشهد كده شان دايفر كتير وفر اللي جاي الرسول موجود حينما كان بذاته الشريفة وعلمه الوافر المطلقة من الوحي إما قرآنا أو إما وحيا على سبيل الاجتهاد الفكرة فإنه أولا يبلغهم القرآن أثنين يقول لهم كلاما أو يفعلوا أفعالا سميت بعد ذلك السنة تلاتة يفسر هذا القرآن تفسيره هو وقل ما فعل أربعة يحكم فيهم أو فيهم يعني كقاض عادل بما رأاه صحيحا من الشرع دي أدوار طيب أدوار الصحابة إيه بقى هنا ركزوا إليه بقى الكاميرا ناحية تاني الصحابة هنا أولا بيسمعوا قرآن وبيعوا قبل ما يحفظوه عشان موضوع الحفظ ده موضوع جديد يعني مش ده كان الهدف أيام الرسول بعد ما وعوه ممكن بعضهم حفظوا وبعضهم لا بالمناسبة وبعدين يطبقوا أو يطبقوا معاني ثم يطبقوا ما فهموه منه من الرسول لأنهم أياما اختلط عليهم الأمر فشرحلوهم حال وبعدين يسمعوا منه السنة الصحيحة جدا فيس تو فيس فينقلوها لمن بعدهم اتنقل بقى من بعدهم للبعدهم للبعدهم صح غلط ده موضوع يخضع لحاجات كتير احنا قلناه إنما نقل الصحابي بالتأكيد ولا شك كان صحيح بس عند عاصر الصحابي بس الباقي يخضع للاستقراء مش راتي بقى كله غلط يعني ثلاثة حاجة بقى مهمة جدا لازم نفهمها كويس أنهم وعوا منه شخصيا كيف يفكر في الأشياء تفرق عن تلقى والنتيجة عارفين مثلا قديمت على مقلات اللي هو ما يقولك إنه هو صيني هو مش صيني ولا حاجة إنه لا تعلمني كيف لا تعطيني سمكة لكن تعلمني كيف أصطد السمك خلاص؟ هو مش مثلا صيني بس حكمة كويسة بالمناسبة إن انت تعلمي الطريقة انت إزاي جبت السمكة فالصحابة كان عندهم أسئلة متنوعة للرسول منها الواضح اللي عايزين الحكم بس ويسألونك حاضر 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 قل 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 أو إجاباته هو الشخصية دون القرآن خلاص؟ سن وساعات تشريع بتبقى دين مش سن يعني ينسبها على حسب اللي عايز يعمله في بقى طريقة تالتة أو نوع تالت من الأسئلة للصحابة كانوا بيسألوا للرسول أو بيركزوا اهتمامهم على الإنصات أو على كيف فعل هذا أو كيف فكر فيه أو ماهي الأدلة ووصل من خلالها لمقال اللي هي بقى ايه the way you think يعني بيسموها انت ازاي بتفكر دول بقى بزاة الصحابة الكبار الكبار قبل مرحلة الطلقاء يعني طبعا كلهم لهم كل التقدير والاحترام لكن يظل المهاجرين ثم الأنصار ثم الطلقاء أكيد يعني فأنا عندي المهاجرين والأنصار يعني يعني زي ما لقرآن يعني فأصحاب الكبار المتمرسون لا كذلك اللي بقوله الذين رأوا الرسول كثيرا وعاشروه طويلا وكان لهم طول صحبة صحبة يعني ورثوا عن رسول أشياء يمكن أن يعني يفكرون بها وسائل التفكير ونمط معين هو علمه لهم ولو لم ينتج أحكاما حينها مفهوم كلامي؟ جميل فالصحابة بعد ما توفي الرسول ظل منهم كثيرا يعني الأحياء منهم وآخر صحابة وفى عمر يعني أول مية يعني مية وحاجة هجري أول القرن التاني لكن أغلبهم توفوا بين خمسين هجري وسبعين هجري يعني الكبار جميل فإحنا ممكن نتلقى من الصحابة دي بكل بقى اللي هما سمعوه ده حاجتين لا ثالثة لهما تركز بقى أول حاجة متقسمة لكذا حاجة عشان ما نعودش نعيد يعني فإنا نسميها كلها لبعض حاجة واحدة ما سمع وخفضة ووعية يعني عقلة من الرسول إليه مباشرة اللي هو يبقى يا فنم توقيف كله يعني إيه توقيف حشان ما تبقىش الكلمة مكررة وما حدش عارف التوقيف هو الذي ينقله الصحابة عن الرسول متوقفا على حدودي لا كلمة زيادة ولا كلمة ناصر لا فعل زيادة ولا لا آية زيادة ولا آية ناصر العبادة لا ركعة زيادة كله توقيفي يبقى إذن أول ما يمكن أن نستفيده أو ننقله عن الصحابة كدين ركز دين نقله عن الرسول توقيفيا قرآن الآيات توقيفية السنة الصحيحة قولا الصحيحة توقيفية السنة الصحيحة فعلا بالفعل يعني توقيفية بس ده دين ده يعتبر الصحابة هنا ناقل رسالة ما عملش حاجة ما شاركش بذاته ولا بالأفكار التي يعني غزاهم بها رسول الله خلاص ناقله السورة بتقول يا الصحابي الجليل يروح آهل والله أنا سمعتها ووعيتها كالتالي واحدة ستة ييجي التاني يقول لها أنا حافظ من ستة لاتناشر أو ييجي واحد يقول أنا حافظ السورة كلها فتعالي راجع عليك وحتى هم أجمع القرآن في كتاب واحد حصل ده من اللجنة التي تشكلها أبو بكر الصديق برئاسة زايد بن ثابت خلاص نرجع للموضوع التوقيف درجة الأدنى منه أنا والله رسول الله قال لي كذا كذا تشهد على ده آه لا ما تشهدش لا قال لي أنا الوحدي لا ليه بقى بحكاية الأحاد والمتواتر قالوا في جمع فالصحابة كلهم كل واحد فيهم سمع مثلا خطبة جمعة ودي طرفة أنا دايما بقولها ودي دلوقتي بقوا يكرروها يعني إنما يعني إيه قلتها أنا من حوالي سبع سنين كثمان سنين وده نقطة اعتراضية يعني ملاشا إيه دعوا بس نقولها سريعا اللي هو فكرة إيه نقول لك هو قال الكلمة بسيطة على تحت ضل شجرة فدونت وقيلت ونقلت وبعدين اللي حصت دوين كذا طب تمام حديث أحادي يعني كان يريده أن يبلغها للأمة وهو بيقوله شخص واحد يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك يعني ده دوره وإلا من تفعل فما بلغت رسالتها ماشي طيب يا جماعة بالنسبة أنه أنتو كدبين طبعا مش بكلم صحابة بكلم عصر التدوين فكدبين التفاصيل اللي كانت تحت ظل الشجرة وفق رس بالنسبة لخطب الجمعة اللي هي بقى إيه جمع غفير من الصحابة يسمعوها ويعوها قد إيه بقى يا فندم لما بقى فيه خطبة جمعة وما بقى فيه صلاة أصلاً ولما فيه مجتمع يستطيع بقى فيه مسجد والدنيا هدية إذن مش في مكة فأنت عندك المدينة عشر سنوات معاش الرسول في المدينة ومن أول أيام بدى المسجد يصلون الجمعة عشر سنوات بالسنة الميلادي اتنين وخمسين أسبوع بالسنة الهجري اقول خمسين أسبوع خلاص فعشرة خمسمية جمعة خمسمية ركز خمسمية جمعة ولا وحدة تنقلت ولا وحدة تنقلت ولا وحدة يعني اللي هو بقى كان المفروض بقى ده المتواتر على أبوه يعني المصفي الصحابة كلهم معاديين وكلهم سمعين نفس الكلام فيقوك وكل واحد بيقول للصديق بتاعه اللي هو بعد كي بقى اسمه التابعي فييجي من متين طريقة أن رسول الله قال ذلك في المسجد ولا وحدة حتى لما بتسمع أنه هو اعتلى المنبر وقال أيها الناس ده موقف اعتراضي مش خطبة جمعة الحقيقة أنا مش عارف ايه مشكية خطبة جمعة مع النقل القديم أنا ما ما يعني يعني تبحرت والله في كل حاجة ما لقيت لهاش سبب أنهم لم ينقلوها أبدا أبدا 500 خطبة يا رجل ماشي أو الحل بقى التاني ركز أن هي نقلت بس ما تكتبتش يمكن كان فيها كلام يقول كلام بقى يبين حاجات يعني المهم نرجع لموضوع يبقى الدور الأولاني للصحابة يا فندم هو نقل التوقيف عن الرسول قرآن سنة وتيت حاجة مهمة جدا العبادة عشان ما يجيش يلعب لك بقى دلوقتي يقول لك وانت لو شلت الإجماع هنعرف منين الصلوات والبتاع قول له اسبر رزق الجاي بس بعد الفاص هتلعى الفاصل دا وارجع لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة